الحديث كما وعدتكم بالأمس سيكون عن الشخصية الابتهادية أو المصابة بالبرانوية قلنا أمس والله ما دري قلت ولا نسيت أن من أهم سماتها أنها شكاكة جدا 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 تعتقد أن الجميع تآمر عليها نقطة مهمة قبل أن أبدأ بس المتخصصون مفرقوا بين الاضطراب النفسي والاضطراب الشخصية الاضطراب النفسي فيه خلال فيه كيمياء المخ مثل ثناء القطب مثل الفصام مثل الاكتئاب الحاد هذه لا علاقة بكيمياء هذا لا الضربات الشخصية مثل الهستيرية الشخصية الهستيرية الشخصية النرجسية الشخصية الاعتمادية الشخصية التجنوبية شخصياتنا هذه الاضطهادية أو المصاب بالبرانوية ففرق بين هذا وهذا صاحبنا هذا الشخصية اللي عنده اضطراب شخصية ما يعترف الثاني يعترف ويعرف أن عنده مشكلة هذا ما يعترف أنه عنده مشكلة إذن خلونا من هذا المنطلق نبدأ بسم الله أولا لا بد أن ندرك حقيقة لا رهان على تغييره لأنه في الجملة غير معترف طيب هذه نقطة لا رهان على تغيير الوضع الرهان على تغيير ردة الفعل هذه نقطة مهمة الأمر الثاني راعي درجة القرابة أحيانا في بعض الحالات لا بد أن نكون أكثر نضج أكثر حكمة أكثر عقل أكثر استبصار للأمور نكون الطرف الأقوى نحافظ على العلاقة شريك الحياة غير زميل عمل زميل عمل أنا ممكن أشوف له حل لكن شريك الحياة أو الأم أو الأب لا فنحتاج حين قدرا من التنازل قدرا من التضحية قدرا من الصبر على الهلم وهذه نقطة مهمة في الموضوع الأمر الذي يليه الانتقاد لا بد أن يكون مرة لي لهذه الشخصية بعد أن يسبقها شيء من الثناء وشيء من الكلمات الطيبة أول يتولى آخر أقول أول يتولى أحد ممكن أن يؤثر عليه المهمة الأخت الكبيرة صديق آخر سين من الناس ممكن هو اللي يوصلها المعلومة الأمر أيضا المهم لا يجرجرك ولا يستدرجك إلى معاركه لأنك إذا رحت لساحتها أو رحت لساحتها أو رحت لساحت صديقك أو كذا صدقني سيدمرك لذلك احرص على أن لا يوصلك إلى ساحة مجرد أنه والله فيه مواري لا وقف وارجع وانسحب انسحاب تكتيكي لأي سبب لكن لا تستجرج لمعاركه هذه نقطة أيضا في غاية الأهمية الأمر الذي يليه تعامل معها لأنه عنده مشكلة وهذه تريح كثير أنا تعاملت مع إنسان على عنده أنه مشكلة تصبرني وتكويني صراحة وسأل الله والله يتصل لدرجة الرحمة والشفقة عليه أيضا من الأشياء المهمة في التعاون مع الشخصية الابتهادية لا تترشكه أنت عارف أنه ولا عارف أنه يشك في الشغلات المعينة الله يسعدك ما أمكن سيطر على هالأمور وابتعد عن الأمور لكثير شكة أيضا في بعض المواقف أصر على رأيك يعني ممكن والله يخترع عليك لون معينة وحاجة معينة وفكرة معينة تخصك أنت لا تستجب له حتى لا يسيطر عليك أو لا يتوهم أنك تحت السيطرة الأمر الذي يليه اعتبره جزء من الحياة هذه الشخصية وهذا الشخص جزء من الحياة وليس كل الحياة واعتبر البلاء هذا فيه أو الإشكال أو هذا الاضطراب الذي فيه هو جزء معطل فيه جزءا فيه أشياء طيبة أخيرا الله يسعدك الله يسعدك لا تساعده على التدمير هذه الشخصية ليس لديها شيء تخسره فحافظ على العلاقات حافظ على الصلاح حافظ على الرحم حافظ على الأسرة إذا وجد فيه هذا الشيء فيما يخص هذه الشخصية كل فترة إن شاء الله نعطيكم شخصية معينة ونشوف كيف نتعامل معها الله يوفقكم ويسر أمري وأمركم بس قبل ما أودعكم لا يكون من اللي يسمعوني في هذه الشخصية وما يدري فيه الطباع الشخصية وما يدري ولا كارثة صراحة نحن نشوف الآخرين ترى فيهم وفيهم وفيهم ونحن في دواخلنا نعتقد أننا ملائكة الله يسعدكم راجعوا نفسكم تكفون اسمعوا اللي أمسك لنا إذا كانت في خصلة منها معينة فيك راجع نفسك أو يسبق قيلة لك من أكثر من طرف هنا توقف الله يوفقكم زهر أمري وأمركم